اختتم ميثاق شرف للإعلاميين السوريين ورشة تدريبية حول حرية المعلومات في الأنظمة الديمقراطية وفي القوانين الدولية وكيفية استثمار وسائل الإعلام في تعزيز حرية المعلومات الورشة التدريبية التي قدمها الميثاق في مدينة غازع انتاب التركي على مدى يومين شارك فيها عشرون صحافي وصحافية من العاملين في المؤسسات الإعلامية السورية المستقلة من الأعضاء في ميثاق شرف للإعلامين السوريين بالإضافة إلى عدد من أعضاء لجنة نظام الشكاوى طبعا ميثاق شرف للإعلامين السوريين يسعى منذ بداية نشأته إلى بناء وتمكين قدرات الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الأعضاء في مساق شرف للعالمين السوريين بشكل خاص والصحفيين السوريين بشكل عام طبعاً نحن بدأنا بسلسلة من ورشات العمل والمنتديات حول قضايا متعلقة بالديمقراطية وحرية المعلومات حق الحصول للمعلومات للصحفيين والمواطنين برنامج الورشة في اليوم الأول بحث المفاهيم الأساسية حول حرية المعلومات والأنظمة السياسية ودور الأعلام في الأنظمة الديمقراطية وإتاحة المعلومات للجمهور والضوابط المهنية والأخلاقية في التعامل مع المعلومات والآفاق المستقبلية للمعلومات في ظل الصحافة المتعمقة أما اليوم الثاني فقد تناول مقدمة في الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات ودورهما في تعزيز حرية المعلومات وكيفية البدء بالتحقيق الاستقصائي والبحث عن المعلومات والمصادر وتحليل نتائج صحفية استقصائية وقصص مدفوعة بالبيانات محلية وإقليمية ودولية طبعا الوشة هي العلاقة بدور وسائل الإعلام بتعزيز حرية المعلومات طبعا نحن حنحكي عن هذا دور كيف تقدر وسائل الإعلام تعزز حرية المعلومات أصلا شو يعني حرية المعلومات حيكون هدفنا الأساسي بهذه الوشة أنه نعرف المشاركين شو يعني حرية المعلومات نحكي شو عن نظريات الإعلام رح نحكي شو عن الأنظمة السياسية كيف وسائل الإعلام أصلا بتعمل بتحضى وابط لحتى تعزز حق الحصول على المعلومات نشر المعلومات الوصول للمعلومات تداول المعلومات حتى البحث عن المعلومة كل هذه النقاط رح نركز عليها بالوشة ورشات ومحاضرات أقامها ميثاق شرف للإعلاميين السوريين بهدف سقل المعرفة الصحفية لدى العاملين في مجال الإعلام ورفع سوية العمل المؤسساتي وضوابط العمل للوصول إلى أقصى مدى ممكن من المهنية